ركز معي كده جنب المشاهدات هتلاقي سهم اخضر السهم الاخضر ده لازم يكون سبب في ساعتك انا من وجهة نظري بسميه سهم السعادة لان معناه ان فيه حاجة اكبر في قناتك بما ان السهم جنب المشاهدات فهنا فيه مشاهدات اكتر على القناة وانا هوضح لك في الفيديو ده سبب من اسباب ارتفاع المشاهدات لا مش انا اللي هوضح ده اليوتيوب نفسه هو اللي قال يعني لو جينا بصنا على السهم هتلاقيه بيقولك لقد حققت مشاهدات اكتر من المعتاد في الفترة الاخيرة فبالتالي هتلاقي السهم الاخضر متجه لفوق لازم تكون عارف ان كل القناة على اليوتيوب لها حاجة اسمها الاداء المعتاد يعني هي الاداء المعتاد متوسط المشاهدة زي مثلا قناة المتوحد فكرة فقناة المتوحد فكرة متوسط المشاهدة يتراوح ما بين ربعمية ستة وتمانين الف مشاهدة لخمسمية خمسة وتسعين الف مشاهدة بس انا جبت ستمائة الف فده بيقول لحضرتك ان كده اكتر من المعتاد ولكن بقليل خد بالك الفترة الاخيرة على اليوتيوب كلنا بنعاني من نقص المشاهدات فلما جيب اكتر بقليل ده انجاز الفترة الاخيرة والانجاز ده يعود الى او ليه السبب والسبب ده اللي موضحولي هو اليوتيوب يعني انا اتكلمت كتير جدا على الموضوع ده قبل كده ولكن مفيش امل كل واحد بقول انا بنزل فيديو الفيديو ما بجيبش مشاهدات ازاي نزل التاني طب ما اليوتيوب نفسه هو اللي بيقول لك سبب ارتفاع عدد المشاهدات مقارنة بالاداء المعتاد لقد نشرت عدد اكبر من الفيديوهات مما ادى الى زيادة عدد المشاهدات في قناتك يعني انا نشرت اكتر فزادت عدد المشاهدات يعني انا الاداء المعتاد من 63 فيديو في الشهر الى 79 انا نشرت 89 يعني اكتر بعشرين فيديو بس انت جبت 5000 يعني مش كتير ما هو 5000 ده في النكسة اللي احنا مرينا بها الشهر الاخير من المشاهدات يعتبر انجاز فمن وجهة نظري ان حضرتك تكسف عدد الفيديوهات على قناتك يا متوحد يا فكرة انت اصلا ما بتعملش منتاج بتنزل فيديو وخلاص اليوتيوب ملوش دعوة بظروفك دي ظروفك الشخصية انت مفروض تعود نفسك انك تسرع رتم انشاء الفيديوهات في قناتك لو مش عندك السرعة حاول يكون معاك تيم يساعدك زي مثلا ابو فلا في واحد بيعمل له منتاج واحد بيعمل له السرعة مصغرة اي شخص عنده قناة على اليوتيوب والقناة دي بتشتهر بيكون لي تيم او فريق بعد كده طب احنا لسه في البداية طب ما انت لسه في البداية كسف فيديوهاتك وتعب شوية اليوتيوب محتاج انك تتعب اكتر علشان تلاقي مجهود الفترة الاخيرة بالفعل عند تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من منشئين المحتوى في احباط بسبب المشاهدات المشاهدات بالفعل قليلة ولكن لما لقي سر السعادة ده او سهم السعادة ده قدامي من حق نفرح ووضح لحضرتك السبب علشان حضرتك بتنشر فيديو ولما تيج تنشر فيديو تقول الفيديو ده ما جابش مشاهدات حنزل فيديو التاني ليه؟ طب ما اليوتيوب ممكن ما يكملش على الفيديو الاولاني ويموته ازاي ده في يوم نزلت خمس فيديوهات الخمس فيديوهات اللي قدام حضرتك لو جينا دخلنا على الفيديو ده حنلاقي الفيديو ده جاب 18 الف مشاهدة مع انه نازل مع اربع فيديوهات تانين يعني اربعه ده خامس في يوم واحد طب ما اليوتيوب لو كان حيهمل كان حيهمل الكل طب خليناها في الفترة الاخيرة ونيجي نشوف الفترة الاخيرة مسلا على عودة المشاهدات ندخل نبص الفيديو جاب خمس تلاف وثلتمائة مشاهدة برضو الفيديو نازل مع اربع مشاهدات يعني اربع فيديوهات تعال انا مسلا نشوف اعنات قذرة مسلا ده جايب لك كام 6800 مشاهدة قدام حضرتك ما تجيش تقول لي بينك وبين نفسك اصلي اليوتيوب حينوت له الفيديو اللي قابلي ده عشان انا نزلت اكتر من فيديو في نفس اليوم مفيش الكلام ده وده وجهة نظر الشخصية في قناة المتوحد فكرة او في المحتوى التعليمي اللي حضرتك لازم بينك وبين نفسك تجرب تنزل الفيديوهات اكتر وتشوف ايه الناتيج او ايه الحصاد من الزرع لانك زرعت نشرت لما تنشر على القناة بتاعتك انت بتزرع وردة وبتستنى تزدهر ولما تزدهر انت بتفرح وتكون سر ساعتك صدقني من وجهة نظر الشخصية مفيش منشئ محتوى على اليوتيوب في الشهر اللي فات ما عندوش احباط تسعة وتسعين وتسعين من عشر زي ما قلت ولكن الفرق بينك وبين الشخص اللي بينجح اسرع هو انه ما بيحبطش فما بيتأثرش على محتوى احبط وانا احبطت كتير جدا ولكن الاحباط ده ما اثرش على رتم انشائي للفيديوهات بلا عكس انا كنت بطلع غزي في انشائي الفيديوهات يا عم يا متوحد انا لازم نعمل منتاج اعمل يا باشة بسر ما تنزل في سبع تيام نازل في ثلاث تيام بسر ما تنزل في تيام نازل في يوم او في يومين كسف اكتر علشان تلاقي حصاد للي انت بتعمله طبعا انا حبيتها وضح لك السبب اللي قالهولي اليوتيوب يعني اليوتيوب هو اللي قال لي السبب ده وانا وضحت كتير جدا قبل كده عن الموضوع ده وقت لحظاتكم يا جماعة نزلي فيديوهات اكتر اصلا انا مش قاعد اصلا مش 24 ساعة قدامك كموتر زيك يا عم انت فاضي انا عندي شغل انا عندي مامتي انا عندي اخويا انا عندي شغلي يا عم انا شغلي بياخد مني مجهود يا عم انا المدير بتاعي اعرفني انا ماليش دعوة واليوتيوب برضو مالوش دعوة بظروفك انا بقول ليك سبب وانت لو عايز تلاقي مشاهدات هتعرف تخلق ليك وقت او تحقق ليك وقت او تحقق فراغ او وقت فراغك اللي انت بتشرب فيه قهوة وبتقعد تتكلم مكلماتك وبتقعد 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 وتركز على اليوتيوب ركز في هدفك لو عايز تنجح على فكرة صدقني وجهة نظر الشخصية هي الاستمرارية في انشاء المحتوى سبب مهم جدا من انشاء نجاحك على اليوتيوب وتطورك الذاتي والشخصي والمعنوي والنفسي والمدي شكرا لجميع كان معكم اخوكم المتواحد فكرة لو ما شاركتش في القناة اشترك لو ما عملتش لايك خلال الفترة اللي فاتت دي في الفيديو يبقى حضرتك لازم تعمل حلا لايك لازم لايك ليه لان الفيديو انا سأقل لك سبب مهم مشان لايقلو انا نجايب لك من اليوتيوب نفسه انا جايب لك من اليوتيوب يعمل حاجة يبقى تعملي لايك واشتراكوا الكومنت الايجابي طبعا ده انا انا خلاص تعودت عن الكومنت الايجابي شكرا